الزمالك رفع عقد كارتيرون لـ 150 ألف دولار العقد بقى نفسه كان زود له القيمة المالية وزود الشرط الجزائي النهاردة كمان الجهاز الفني المنتخب مصر كان في زيارة لمعسكر نادي الزمالك في برج العرب وكارلوس كيروش تابع التدريب واتطمن على لعبة نادي الزمالك وقعد مع الجهاز الفني عشان برضو يتطمن على اللعبة الدولية الموجودة في نادي الزمالك انه طبعا حيضموهم لمنتخب مصر يعني ان شاء الله بكرة حيتم اختيار الأسماء وبعد كده لعبة المنتخب حيتجمع يوم 28 أكتوبر ان شاء الله في خلال الساعات القليلة القادمة كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك هيقعد مع كابتن قسامة نبيه وان شاء الله الأمور تتحل ويعود كابتن قسامة نبيه لتدريب نادي الزمالك مرة أخرى دي الأخبار اللي أنا قلتلكو عليها من شوية مفاجأة بالنسبة لباتريس كارتيرون وفشل ان هو يدرب نادي الوحدة الإماراتي بسبب الاختلاف في النواحي المالية ما بينه وما بين الوحدة الإماراتي ترجمة نانسي قنقر